بعد صحب الدم من المتبرع تنطلق أولى خطوات البيولوجية الضرورية للكشف عن زمرة الدم بعدها فصل البلازما والصفائح الدموية قبل وضعه في بنك الدم نشوف أول حاجة نشوف البوانتة هذه الأبوش اللي جاتنا نعلقها تريح أم بو مومون باش تكون عدنا مليحة على بلاكات باش لأن الصفائح ومال اللي يحتاجهم بزاي فصير تسحب الكنسير بعدها كي نديرو هذيك اللي تedes بتاع نقل امبعو هذيك اللابروش باش نحو هذيك الابوش نعودلو نوزنوها كي نوزنوها لازم نديرو اليكيليبر لأنه لصن تخيفي في جزه هذه لازم ليكون كين دو이었ل ليكون كين توازن بيناتهم نعودو نديرو هذك توازن البالانس اللي عندنا�동وها في لصن تخيفي جز نديرو البروغرام 2 اللي نخدمو به لله ننحو به البياف سي لان Jedivel بقوة الياب سيخضع الدم الذي تم تبرع به للفحص بغرض الكشف عن الأمر هذا التي تتنقل عبر الدم مثل التهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة البشري وسيتلقى المتبرع إختاراً إذا كانت نتيجة أي من هذه التحاليل إيجابية أولاً نسحب منه كمية عينة صغيرة هذه العينة نقوم لها بتحاليل تحاليل نحوص الزمر الدموي نحوص أن نبحث عن بعض الفيروسات التي تنتقل عبر الدم لكي يكون هذا الدم آمن للمريض سيغولوجيا خرجة قوزيتيف والقناة التي حامل هذا الفيروس هنا هذي كلابوش دو سان وانسينيغي يعني نقوم بحرقها لأن القناة حاملة الفيروس ما رايحش ندوها للمريض مراتين نبحث عن الفيروس إذا القناة مرة أخرى حاملة الفيروس رايحين نستدعي المريض نستدعي المتبرع بالدم ونعاود نسحب لعينة أخرى اسم عينة تانية نعاود ندير لها تحاليل على نفس الفيروس للقناة المرة الأولى قد يكتشف البعض إصابتهم بأمراض معضية خطيرة تتنقل عبر الدم بمجرد التبرع به وبعد تحاليل دقيقة قد تتكرر حتى أربع مرات لتأكد من النتائج ترجمة نانسي قنقر